استقبل رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في مطار بغداد جلالة الملك عبد الله الثاني عبر جلالة الملك عبد الله الثاني خلال مباحثات ثنائية عن سعادته بزيارة بغداد مؤكداً وقوف الأردني إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره مشدداً على أهمية الاتفاقية المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وضرورة تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراقي والأردني ومصر بما يحقق المصالح المشتركة من جانبه رحب الرئيس برهم صالح بجلالته مشيداً بدور المملكة الداعم للعراق ومنوهاً إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وهي روابط جغرافية واجتماعية وثيقة ويتطلع إلى التعاون والتنسيق المشترك من أجل تخفيف التوترات في المنطقة حيث أكد أهمية التنسيق الثلاثي من أجل حلحلة الأزمات وتخفيف التوترات التي تشهدها المنطقة وترأس جلالة الملك عبد الله الثاني في القصر الحكومي في بغداد الوفدة الأردنية المشاركة في أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة وعقد جلالته محادثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال فيها الكاظمي أن بغداد ترحب بالملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد القمة الثلاثية مضيفا أن العراق يطمح لتأسيس مستقبل يليق بشعوب الدول الثلاث وفق منطق التعاون والتكامل بين الجيران والأشقاء والأصدقاء وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد مرسل المملكة عمار ماهر أهلا بك عمار هل من جديد لديك عمار حول هذه القمة الثلاثية الأردنية العراقية المصرية نعم محمد أبرز ما جاء بيئة البيانات الحكومية الذي أصدره مكتب رئاسة الجمهورية بعد لقائه مع جلالة الملك عبد الله الثاني أكد هذا البيان على أن العمق التاريخي لهذه العلاقات وضرورة أن تؤثر هذه العلاقات وأن تستغل جغرافيا المكان والحدود لتطوير هذه العلاقات أيضا كان الحديث عن التعاون الثلاثي حول ملفات الطاقة وملفات الأمن حاضرا في هذا اللقاء المبدئي الذي كان في مطار بغداد الدولي بالتالي المرحلة الثانية للقاءات هي لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هناك لقاءات تستمر حول هذا الموضوع لإتمام هذه القمة الثلاثية لكن العنوان الأبرز لهذه القمة هي ملفات الأمن والطاقة وأيضا تطوير العلاقات الاقتصادية فيما يخص مجال الطاقة فيما يخص مجال الاستثمار أيضا البحث عن تطوير المناطق الصناعية المشتركة لم يغب الحديث عن أنبوب النفط العراقي الذي يمتد من البصرة وصولا إلى ميناء العقبة الذي سيكون هو الشريان الرئيسي لتطوير الاقتصاد العراقي أيضا تم المباحثات الأولية والحديث خلال الاستقبال بحسب ما تم نشره عن موضوع الاقتصاد والاستثمار بالتالي هناك علاقات اقتصادية مستمرة فيما يخص تطوير البنى التحتية العراقية الربط الكهرباء الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وأيضا الملف الأمني كان حاضرا فيما يخص الملفات الأقليمية نحن محمد بانتظار أن ما تصدره هذه القمة الثلاثية باستماع الرئاسات الثلاث حتى تكون الصورة واضحة لكن مبدئيا كما أشرت لك الملفات الأساسية هي الاقتصاد والاستثمار والبنى التحتية وأيضا ملف النفط والطاقة نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وسنبقى معك دائما للمزيد أيضا عمار ماهر مراسل المملكة كنت معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر